صباح الخير او مساء الخير عليكو اي ان كان الوقت اللي بتسمعوا فيه الفيديو اه برحب بكل المشتركين معي في القناة وكمان برحب المشتركين الجديد بقولك اهلا وسهلا بيكو وبقولك لو انت لسه جديد واول مرة تسمعنا يتقدر اشترك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد اه هنقول مع بعض النهاردة سواقعات العاطفية اه لمواليد برج الميزان اه طاقتك في الاول هقولك الطاقة بساعتك في الاول اه انا شايفة الطاقة بتاعتك فيه قرار بالانفصال فيه قرار بقطع العلاقة اه دي طاقتك انت يعني ممكن الاغلب يكون الانفصال جاي من ناحيتك انت يا برج الميزان اه شايفة فيه علاقة حب اه ممكن يكون ده سبب الانفصال يعني ممكن تكون يعني دخلت علاقة حب تانية او بتحب حدي تاني شايفك بتوزن امورك شايفك اه مثلاك بس في الفترة دي اه بعضيكو منعزل وبيفكر كتير جدا في الفترة دي دي من ناحية الطاقة يا برج الميزان الطاقات اللي موجودة معك الصراءة عشان ما نسيه اه انا شايفة فيه طاقة نارية وطاقة هوائية وطاقة مائية اه وطرابية كل الطاقات موجودة الابراج اللي موجودة معيك الحمل السرطان الدلو الاسد العزراء اه اه والجدي كتير كتير ابراج موجودة معكس الموجودة معكس القراءة اه نبدأ بالقراءة اه وضعك انسى لوحدك ووضع الشريك لوحده ووضعك انسى انا شايفاك منعزل ممكن يكون البعض مسافر او الشريك هو اللي يكون مسافر او تكونوا اه يعني من اه يعني بعيدة عن بعض من جنسيتين مختلفتين اه لكن في بعض في بعض في سفر في مسافة اه في اه شايفة في العلاقة الضوضية اللي انا بشوفها حاليا او الطاقة اللي موجودة معي دلوقتي انا شايفة اه قرار اه بانهاء علاقة اه القرار ده انت متردد فيه انت مش عارف ازا كان صح والغلص اه شايفات كمان يا برج النزان حذر جدا اه وخلوا بالكو ان احيانا بتكون القراءة عكسية اه شايفة برج النزان حذر من ناحية العلاقة اللي انت فيها مسيطر على مشاعرك بتحاول تسيطر على اعصابك فيه امور بالنسبة لك غمضة او تكون بالنسبة للطرف الثاني فيه حاجات غمضة هو مش عارفها اه شايفة كمان اه انت عامل حتاب اه يعني تعب او بيت البنى او كده يعني مش ام يعني مش عامل يعني هو ده اللي انت عامل حتابه يعني لكن انا شايفة ان العلاقة دي كان فيها حب بس الحب ده ما بقاش موجود في العلاقة دي فيه رحيل اه فيه رحيل انت يعني الرحيل ده اه بعضوك على فكرة ممكن يكون عنده اه يعني طاقة سلبية حسد اه اه سحر اه يعني فيه طاقة سلبية موجودة في العلاقة الزوجية اللي معايا دي اه انت كمان نظرتك للعلاقة اه يعني انها بتنهار يعني انت عشان تاخد قرار بالانفصال في كذا كرت قدامي انك تاخد قرار بالانفصال انا شايفة فيها علاقة فعلا بيعني مش مستفى خالص اه شايفة فيها مشاكل كتير اه شايفات كمان بتفكر كتير جدا يعني انت بتحاول تسيطر على اعصابك وبتحاول اه تظهر بان انت قوي لكن شايفة اه يعني شايفات كتير بتفكر بالبس وانت نايل بتفكر كتير في شكل العلاقة بتبص كمان احيانا اه على حاجات انت عملتها في العلاقة دي هتخسرها هتعمل ايه اه لكن شايفةك هتمشي يعني انا شايفةك بتسيط كل حاجة واناشي مش مستمر اه شوية شايفة قرارك ممكن يكون فيه تهور يعني ممكن يكون بعضوكو القرار اللي هو واخده فيه تهور اه وممكن يكون تحت تأثير غضب اه او او زعل او حاجة زي كده لان انا شايفة اه مفيش يعني تفكير اه اه تفكير قوي او بالعقل او كده مش شايفة موجود في القرار انا شايفة حزن شايفة بتفكر كتير متردد بتحاول تسيطر على نفسك اه بس شايفة متهور في القرار في ان انت تمشي وشايفة اه غضب شايفة زعل شديد جواك اه ده بالنسبة من ناحيتك انت وشكلك كمان انت هتستعمل اساليب كتير علشان اه عشان تعمل موضوع ده عشان يمتحيبك او عشان تمشي او لو انت كنت قريدي مشيت خلاص فانت هتستعمل اساليب كتير عشان تحقق او تنجح اللي انت بتعمله بالنسبة للطرف الثاني اه انا شايفة زيك يعني هو حاسس اه حمل تقيل عليه حاسس بطعوبة في العلاقة حاسس بما عنده مسئولية كبيرة هو حاسس بيها كمان اه شايفة اه يعني كتير بيلجأ لان هو يفكر عايز الموضوع يتم بحكمة او العلاقة تبقى فيها عقل شوية اه 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 هو عايز بداية جديدة كمان يعني انا شايفة هو شايف شكل العلاقة اه حاسس كمان ان هو مقيد في العلاقة دي يعني حاسس بطعب حاسس ان هو مقيد اه في امور كتير غمضة بالمثبال ومش واتحاله فهو تعبين كمان في العلاقة دي وحاسس انه عنده حمل كبير اوي فيها واخايف يتهور او ياخد قرار او مش قادر ان هو ياخد قرار لكن هو عايز بداية جديدة اه على فكرة بعضكم هيكون هو الشريط ممكن اللي عايز الانتصال وعايز بداية جديدة عايز ينطلق عايز حرية يعني عايز يتحرر مش اه هو حاسس ان هو مقيد وهنا في الزفول هو عايز يتحرر من التقايد ده وعايز بداية جديدة النصيحة ليك بالمثبالك للمتزوجين من برج الميدان انا شايفة ان العلاقة دي ممكن يكون فيه اشخاص تانية بتتدخل فيها لو العلاقة الزوجية دي فيه اشخاص تانية بتدخل فيها يعني اه يعني هنا الطروب ينصحك انك لازم تفكر وان تذكيرك يكون انت واصرتك وان اه ما يتخلش اي اطراف خارجية في العلاقة الا كمان لو يكون بينصحك العلاقة الثلاثية ممكن تكون هي سبب يعني سبب الخسارة في العلاقة دي او فشل العلاقة دي او المشاكل اللي بتحصل في العلاقة دي او هتكون كمان لو استمرت هتكون سبب في انهاء العلاقة دي تماما العلاقة الثلاثية لو برج الميدان موجود في علاقة ثلاثية اه المطلوب منك ان انت تتعاون او ان انت اه تستشير حد يكون اه بتسك فيه اه اه عشان تقدر توصل اه اه يعني الحل يوصل للعلاقة اللي الكافة ده الثلاثية يعني لو انت عايز العلاقة تستمر وانت عايز تطور فيها او عايزها للاحسن او ان انت تقوم مقصود او صعيد في العلاقة اه حاول تفكر بشكل سليم حاول ما تدخلش اشخاص في العلاقة سواء انت او الطرف التاني اه كمان حاول تسأل حد تستشير حد اه ولو في لو موجود في علاقة ثلاثية يبقى قرارك انك تنهي العلاقة اللي انت موجود فيها تماما او تنهي العلاقة الثلاثية تماما علشان انت كده حيرة يعني حيرة انا شايفة قرار اللي قدني فيها حيرة كتير بالجاتة ان انت كمان في عندك العلاقة سواء اللي انت موجود فيها دي او اللي انت رح لها انت بتحث ان انت في علاقة قدرية. يعني انت بتهت انك في حاجة اه هي ده نصيبك. بس انت مش عايز كده. او الطرف التاني مش عايز كده. كتير بتوازن امورك كتير محصار بتفكر. اه في حاجة انت مش عارف تجيبها ازاي. حاجة انت بتفكر فيها كتير. في نفس الوقت انت خايف من خسارة. مش خسارة مادية بالمعنى. لكن بيت واسرة وحياة. فانت بسط الحاجات كتير انت عملتها في العلاقة. اه خايف تختارها. بالتوفيق للجميع ان شاء الله. دي كانت ارتراقة العاطسية بالنسبة للمتزوجين. ودي كانت النصيحة بتاعتكم. اتمنى جيكم التوفيق والسعادة. والوصول لقرارات تليمة بازن الله. ما تنسوش اللايك والشير مستدفعيب. عندي انفجآت كتير جدا. هنعملها في المرحلة اللي جاية في القناة ان شاء الله. نروح للمنفصلين والمطلقين من برج النيزان. الكراءة هتكون عبارة عن ماضي حاضر مستقبل. اه تفكير في طرف التاني لو انت عايز تعرف ايه اللي تتفكيره عشان لو عايز ربوع او كده. والنصيحة بتاعتك. الطاقة الاوري الموجودة بتاعتك الزتور. اه البرج. اه فدي يعني طاقة الانفصال سعلا او اه او دي هدم علاقة. رغم ان انا شايفة قدامي اه في علاقات لسه ما تمش فيها طلاقة. اه اللي ورا كده ان بعضكم اه يعني بالفعل بعد الهدم ده اه السجا يعني يبص القدام يركز في نفسه او في حياته او في المستقبله. ممكن يكون كمان البعض راح لعلاقة اه جديدة انا شايفة هنا في بعضكم راح لعلاقة او ابتدى في علاقة جديدة بعد كل ده. المنفاصلين الماضي بتاعت انا شايفة بعضكم اه يعني كنت في علاقة فيها تدخل من اشخاص كمان او تكون الانفصال كان بسبب علاقة ثلاثية اه شايفة القراءة ممكن تكون عكسية عشان تكونوا عارفين. اه كان في علاقة ثلاثية شايفة طرف اه اه ندمين على خسارة زعلين على حاجات كتير عملها وما جابتش نتيجة اه شايفة علاقة هب ممكن يكون اه بعضكم نسافر في سفر لكن بالنسبة للمنفاصلين والمطلقين انا شايفة فيه نسبة رجوع يعني فيه رجوع ممكن يحصل اه العلاقة من الماضي اه اه شايفك اه يعني بتبط على العلاقة كتير اه كنت مثلا عايز تحافظ عليها عايز اه برضو العلاقة زيز دوجية دي او قبل الانفصال كان فيها غموض كان فيها كلام حاد حصل كتير اه كنت حاسس فيها انك مقيد وانك مش مش عارف تعمل اي حاجة في حياتك في وضعك في ظروفك اه حزين دايما حاسس بخسارة يعني انا شايفك كنت في فضع سيء جدا فيه لغبطة كتير اه نوعا ما اه ممكن اقول ان انت كليك دور فيه يعني انت كنت يعني ممكن اقول عليها اي ممكن كنت سلبي شوية في العلاقة يعني شايفك اه يعني مش اه مفيش حماس يعني ما بين يا سلبي او حزين او مش بتتكلم او متهور ومنفعل وغضبان يعني ما بين كده وما بين كده فيه غموض ممكن ده اللي كان كتير بيوصرك او بيوصر الطرف الثاني سبب ان في حاجات هو مش عارفها اه بالنسبة للحاضر اه اه انا شايفة بعضوكم فعلا فيه فيه علاقة حب اه بعضوكم اها يعني خرج من الماضي تماما الماضي ميت بالنسبة له اه حاسس ان هو في وضع راحة واستقرار و اه حاسس ان هو سعيد ممكن يكون متقدم لك عرض حب يا برج الميزان او هيتقدم لك عرض حب اه 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 انت حاسس يعني يعني يا بزاك لو انش واحدة ستة يعني في برج الميزان اه انا شايفاك اه اه وكأنك شايفة نفسك في احسن حالتك يعني شايفة نفسك اه حالتك كويسة اه وضعك احسن انا شايفة وضعك الحاضر اه اه يعني احسن كتير من الوضع في الماضي ده بالنسبة للوضع الحاضر اه لكن بالنسبة لبرج الميزان نخلي بالنا اه يعني من علاقات اه يعني من حد يضحك علينا علاقات اه من غير زواج اه يعني علاقات اه او يعني يكون في اه اه هوا ونفس واسوسة والحاجات دي من ناحية علاقات او من ناحية تواصل او من ناحية كلام مع اشخاص لان انا شايفة هنا في كده كتير رغم ان انا شايفة برج الميزان سعيد جدا مرتاح اه عندك هدوء نفسي واستقرار نفسي لكن احجر اه من بعض الهباتاء في الفترة اللي انت فيها دي لكن انت سعيد وداخل كمان على حاجة سعيدة يا برج الميزان اه المستقبل باذن الله انا شايفك اه يعني عايز تكون حر عايز تكون منطلق اه بتقفل على نفسك اي اي يعني مشاعر او اي ارتباط مثلا لو حد كلمت في حب حد كلمت في ارتباط انت في كل الكروت مسيطر على نفسك على مشاعرك اه اه عايز تعيش كده يعني عايز تعيش حر او عايز تكون في علاقة بس بحريتك مش عايز تكون اه مقيد خالص لان يعني الظاهر انك انت التقيد اللي كنت موجود فيه في الماضي ده التقيد والحزن والزعل الكتير اللي كان في المرحلة اللي فاتت انت اتعقدت منه شايفك هنا بالدفع عن نفسك هنا انت واقض حاضر عايز تكون اه منطلق اكتر في حياتك او تحب تحرية اكتر او تختار اه زي ما انت عايز يعني ما يكونش حد اه اه يعني ليه ليه كلمة عليك في الاختيار بتاعك انت عايز تعمل حاجة انت اللي عايزها وفي نفس الوقت ما تظلمش حد ده تفكيرك في المستقبل ولا انا شايفاك كمان انك هتقدر تعمل ده هتبعد عن اي حاجة شايفاك بتبعد تماما عن اي حاجة ممكن تدايقك ممكن تأثر عليك او على تفكيرك اه يعني كتير تجدد في تحرر اه في اقري بتغيير جزري ولنش تحرر بس تغيير من كل حاجة تالمرحلة اللي جاية ان شاء الله الطرف الثاني بيفكر ازاي او دماغه فيها ايه من ناحيتنا انا شايفة الطرف الثاني يا برج الميزان عنده حب ليك. فيه حب. فيه حب وحب كبير جدا. اه حاسس ان هو مخدوع يعني حاسس ان انت خداعته وحاسس ان انت سيته من غير سبب. اه كتير بيفكر او يكون بيتشفي من العلاقة حاليا يعني هو حاسس ان هو يعني التعن كتير في العلاقة او تجرح كتير في العلاقة دي لسه بيبص على الماضي شريك بتاعك يا برج الميزان لسه بيبص على الماضي لسه بيفكر فيك. اه لسه نستني منك التواصل او نستني ان انت اه تتكلم معاه او تبدأ معاه عنده حيرة حاسس ان هو مخدوع. فيه النصيحة بتاعتك يا برج الميزان. اه يعني تذكيرك صح. اه يعني نصيحتك انك انت اولا اه ما تتصرعش في علاقات. دي اول حاجة. اول حاجة انت ما تتصرعش في علاقات. ممكن دي داي اللي شوفنيها. ممكن تكون انت في الوقت الحاضر. اه انت كويس مرتاح وضعك مستقر. اه كتير منكو بالنسبالي الماضي مات. اه حاجات كده يعني عندك فعادة في انتظارك اه بس. ممكن تكون بتتواصل او بتتكلم او في علاقة حب. هي ممكن تكون مصدقة. لبعض منكو اكيد مش فيكو كلكو. اه هي مصدقة او فيها نوع من انواع الخبط او اه او فيها اغراض معينة. مش اه اه مش بريئة يعني. فهنا برضو في النصيحة بتاعتك انك تحاول ما تتصرعش في العلاقات او في الارتباط. اه لازم تفكر كويس. اه اقدر نفسك وشوفها بالشكل الصح انت كويس. اه تستحق اه يعني اه انت قدامك فرحة كمان قريب واحتفال. وبيقولك ان انت تستحق كده. اه عندك كمان امنية اه انك تسعى علشان تحققها. او تكون انت بالفعل تتسعى علشان تحقق الامنية اللي عندك دي او اللي انت بتفكر فيها. في امنية كبيرة عندك عايز تحققها. وبيقولك ايس عليها الامنية موجودة وهتتحقق ان شاء الله. ده كان بالنسبة للمطلقين والمنفصلين. لكن انا ما شفتش. عشان اللي هيثقلني ما شفتش فيه ارتباط في الوقت القريب يعني. ما فيش ارتباط. الا البعض انا شايفة بعضوكم فيه ارتباط هو في ارتباط في العالم حاليا او بيعيش قصة حب او علاقة حب اه اه بعضوكم يخلي بينه وبعضوكم فيه علاقة فيها السعادة وفيها استقرار. وبعضوكم فيه رجوع من الماضي. الطاقات اللي موجودة معي في القراءة قبل ما انسى. اه الطاقة النارية معيكم كتير. الهوائية زيكم والطاقة المائية. اه طاقة ترابية بسيط. الابراج اللي موجودة. موجود معك برج الاسد. الجابي. اه ابدالو الحوت. الميزان. السرطان. اه العقرب. يعني هي دي والعزراء. اه دي الابراج اللي موجودة معيك او لاناش قدرت اشوفها حاليا. لكن كل الطاقات اه موجودة معك في القراءة. اه حظ السعيد وموفق للجميع ان شاء الله. ونروح للعزبين والغير المرتبطين من برج الميزان. في النسبة للعزبين والغير المرتبطين. اه سقطة في الشهر ده برج الميزان. انا شايفك اه اه يعني اه بتحته في المفتوط. اه في حاجة جديدة عملتها او ممكن يكون بعضوكم داخل في علاقة جديدة او في حالة خب. اه. لكن شايفة اللي بقى دي كده تباعد. اه. وعلاقة ثلاثية. مش عارفة ليه برج الميزان طاقتكم المهاردة معي فيها كتير علاقة ثلاثية. كلكم متزاودين والمطلقين والعزبين. الطاقة بتاعتك في الماضي انا شايفة فيها علاقة ثلاثية. ممكن تكون انت اللي كنت في علاقة ثلاثية او دخلت مع حد اه في علاقة هو عنده طرف تاني. اه بس انا شايفة انك في الماضي كنت في علاقة كنت مفتوط بها جدا. فعيد. اه حاسست بنفسك حاسس اه يعني يعني اسعت حاجة في الدنيا. يعني كنت واحد وضع للبساط. اه كنت حاسس ان هي علاقة مناسبة ليك بس العلاقة وفجأة دخل فيها طرف ثالث او انت اكتشفت ان انت طرف ثالث او في طرف ثالث. اه كل الحاجات الاولى دي اه اتقلبت. اه شايفة شايفة كمان علاقة كان فيها مشاكل كتير جدا. لكن العلاقة فيها حب. يعني كان فيها حب وفيها حب قوي. يعني كل كروة الحب موجودة يعني. كان فيها حب وحب كبير كمان. وآآ كان فيها توازن وفيها تناغم. انت حاسس بانتك حاسس بنفسك فيها. حاسس كمان ان دي اه تنفع علاقة تكون الزواج او تكون الاستقرار. يعني انا شايفة كل تفكيرك في الماضي في العلاقة ان هي علاقة صويسة ومصالحة وتنفع زواج وحب والاستقرار واطفال وكل حاجة. لكن فيها مشاكل او فيها تدخل من اشخاص. وفيها طرف ثالث عند البعض. اه الحاضر بتاعك اه اه انا شايفك اه حاليا انت صادر على حاجة. في حاجة مستنيها او حاجة مستني النتيجة بتاعتها. انت في حاجة صادر عليها. آآ كمان في عندك كتير آآ تفكير في ناحية مادية. تفكير كتير جدا في ناحية مادية او استقرارك الماضي او آآ ان تعطيلك عن الارتباط او عن الحياة ان تسبب زروف مادية. يعني انا شايفة مسيطر عليك في الحاضر. الناحية المادية جدا. التقاط اللي موجودة معك في الكراءة انا شايفها المائية الهوائية والنارية والترابية. كل نفس البرج. آآ الزوزاء. آآ قلنا الاساس موجود. آآ آآ دي التقاط ودي الابراج اللي موجودة معك في الكراءة. آآ آآ انا شايفاتك الخاضر انت كتير بتفسر في موضوع المادة بتحاول تسيطر على موقف انت بالفعل موجود فيه. بعضكم حاسس بظلم عايز ينتصر على حاجة آآ آآ يعني فيه حاجة تمان انت مستني النسيجة بتاعتها. آآ فيه حاجة بالنسبة لك هي اهم حاجة. يعني هي اللي هتغير حياتك كلها. وانت مستني النسيجة بتاعتها. آآ الحاجة دي ان شاء الله. انا شايفها تتحقق قريب. آآ عندك كمان استقرار ماذي واستقرار عاطفي في الوقت القريب ان شاء الله. آآ شايفة بعضه شايفك حزر شوية. او الحبيب هو اللي يكون حزر شوية. آآ شايفك في المستقبل آآ يعني كتير هتبقى زكي وشاطر وناصح. يعني انت زكي يا برج النزين. آآ لكن هتكون عندك آآ يعني آآ هو بصه هو كده كده العام ده عام تغيير. انا شفتك انت. وبرج سور. يعني كزا برج في عنده تغيير جزري في شخصيته. انت المستقبل بتاعك آآ هتكون حزر شوية. هتخلي بالك لان انت في الماضي بالنسبة للعزبين ونظر المرتبطين انت اتجرحت كتير. خطت عناك كتير. اتغادر بيت كتير. مش آآ مش هتقدم حبك لأي حد آآ كمان خلي بالك في المستقبل من آآ خداع أو سرقة او او احتيال بالذات في مشاعرك. لان احنا هنا بنتكلم عن العاطفة. اي اي عرض حب يتقدم لك في الفترة اللي جاية حاول تفكر فيه كويس جدا. يعني فكر بعقلك وما تفكرش بقلبك في الفترة اللي جاية آآ او ازندين اللي اتنين. لكن آآ اي عرض حب يتقدم لك تفكر فيه كويس وما تقدمش فيه حاجة غير بعد ما تشوف العرض ده مناسب ليك وتحبه او يعجبك ولا لأ. آآ كمان عشان تقدر توصل لعلاقة حب نكحة آآ في المستقبل انا شايفك شوية من وقت للتاني هتكون ببص على الماضي هتكون حاسس بخسارة. لأ حاول تخرج من شعور الماضي والخسارة علشان تنتقل لمرحلة جديدة. لان انت عندك مرحلة جديدة في يعني في الوقت اللي جاي او في فترة اللي جاية ان شاء الله. آآ في عرض حاليا بتتقدم لك او ناس حواليك او معجبين. لكن انت لا تبالي وشبه مشوخي تبالك. لبعضكم فيه تفكير شوية في حاجات ثانية او في الماضي لسه. آآ النصيحة فرعتك حاول توزن امورك حاول تكون عادل. انت برج الميزان طبعا عادل. عندك برج الكوز كمان معيك يا برج الميزان. آآ وبرج الصور. آآ آآ يعني حب. النصيحة بتاعتك بتقولك حب. آآ بس ما تقيدش نفسك. آآ ما ما توصلش لدرجة الخسارة. آآ حاول تخلي يعني الامبراطورة آآ تكون في الوضع ده. يعني وانت بتحب ما ما توصلش لدرجة البهدلة. او ان انت تتنازل. او ان انت آآ تعمل حاجات انت ما ينفعش تعملها. لأ ايش حريتك? حاول توزن في تفكيرك بين قلبك وعقلك. آآ عندك علاقة حب جاية في الفترة اللي جاية ان شاء الله ولو مش موجود. ولو انت في علاقة حب هي العلاقة دي طول ميت. آآ يعني هي علاقة حب ان شاء الله شايفها ابدية شايفة فيها نجاح. اللي ما عندوش آآ يخلي باله. آآ هو هيجيله علاقة حب كويسة ويخلي باله من العروض اللي فيها آآ غشة او خداع او كده في الفترة اللي جاية تخلي بالك. وبيقولك انك تفكر بعقلك قبل علاقة. ده بالنسبة للآآ للعزبين والغير المرتبطين. آآ شكرا للموتابا بوربيني بي.